استكمال سلسلة التقارير التي يقوم بها عظام الكزنسيب الإعلامي في المشافي الميدانية في منطقة حواران الشرطية نقوم الآن بزيارة المشافي الميدانية في الهوديو وهو أحد أهم المشافي في المنطقة والذي يقدم كثير من خدمات لأوطال جيش الملحور والجرحى والمصابي في مختلف المصابات ونحن الآن نلتقي أحد مسؤولين هذا المشفى دكتور ممكن تحدثنا عن أهم القدمات تقدم المشفى من المرضى والجرحى؟ حالياً نحن هنا نتقسم من السعر نستقبل حالات من السعر والأطفال بالإضافة لإصابات الشباب المقاطمين من الجيش المحور طبعاً أعداد كبير جداً نظر للعطل من الشرط ومن المصابات طبعاً الحاجات أكبر بكثير من المتوفر وعدد الحالات من السعر عدد كبير جداً في اليوم نحن هناك مكان خاصصاً أنه عايش تقريباً نلاحظ تخت عسكري من مقتدر الجيش المنظام تحول إلى شوازلون من المرضى بإضافة إلى بعض الأدوية السعرية مطلعجة في هذا المكان نتخل إلى غالبين أدوية السعرية حتى أنه يكون من فصل إلى شوازلونات في الشوابر مستحيل أن يتكفي أطباء الجرحة هنا ودي أعداد كبيرة وإصابات خطيرة الأكيد في نقص كبير جداً من المرضى في نقص كبير ونحاول قدر المكان وفي تحسن في شي أفضل من الأول أفضل من بداية الثورة ولكن الحاجات عم بالزيت لو تقع مع داما في حاجات عم بالزيت أفضل من المرضى النموة تماماً بس إطامة الإصعار ونحظة 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 بعض كنابير وأعدادة وبعض التواشف واللوحة مخصصة للطبع وبعض أجهزة نقص للجن هناك نقص كبير جداً ونحظة كيس نقص للجن المصر أكبر موظة سنتظر والجن سنتظر الزيادان موسيقى 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 قضافة لحسين افضلاته وملاده وعادة كبير من مراجعاته هذه كانت زيارتنا للمشفى المجاني الحجم المقدم العديد من الجيش الحق والاطفال والانقساء اي بمعنى مشفى ومصغر بكامل الامكانيات مع كم الامكانيات الموجودة في هذه المشروع اشتركوا في القناة